نروح مع حضراتكم دلوقتي تمام التسعى صباحا وموجز لأهم الأنباء مع دينا شرف إليك دينا شكرا لك محمد التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مصار التهدئة ووقف التصايد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة وأشدد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي مع مارك روتا رئيس وزراء هولندا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالشكل المنتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدأ دخول المساعدات إلى القطاع دخلت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البرية وضمت المساعدات الإنسانية أربعين شاحنة وذلك لليوم الثالث على التوالي وكانت الجهود المصرية قد نجحت في إدخال الدفعة الثانية من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح في وقت سابق وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمالي سيناء إن الدفعة الثانية تضم 15 شاحنة تحتوي على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والأغذية كذلك عبرت شاحنات محملة بالوقود إلى من رفح متوجهة إلى قطاع غزة وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها الوقود إلى القطاع منذ أحداث السابع من أكتوبر الحالي وقالت وكالة دغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونروا للوكالة الفرنسية إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطق قريبة من ثلاث مستشفيات في قطاع غزة هذا وقد استشهدى 13 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جبلية شمال قطاع غزة وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد 4741 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى إصابة أكثر من 15898 شخصا 70% منهم أطفال ونساء تواصلت العديد من الاحتجاجات بالعواصم العالمية المنددة بالقصف الوحشي على قطاع غزة وشهدت شوارع مدينة بوستن الأمريكية مظاهرة كبيرة دعم لقطاع غزة وطلب المتظاهرون بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل متواصل ومحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ورياضيا وإلى الجولة الرابعة من الدور الممتاز حيث فاز فاركو على مضيف الإسمائي بهدف مقابل لا شيء بينما حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم مباراة المقاولون العرب وضيفه زد في نفس الجولة وفاز بيراميز على مضيفه فيوتشر بهدف نظيف الجولة الرابعة من الدور الممتاز وبهذا الفوز رفع بيراميز رصيد إلى عشر نقاط في صدارة جدول الترتيب بينما توقف رصيد دافيوتشر عند تسع نقاط في المركز الثاني خط مجاز التاسعة وعودة مرة أخرى لاستقبال باقي فقرة صباح خيريا مصر بعد الفاصل